طبعاً أكو مفهوم خطأ عن موضوع تعليم أو تدريب المتدربين على المحادثة في اللغة الإنجليزية الموضوع أنه أشوف المدرسين أو مجموعة المحاضرات اللي ينطوها مستند على فكرة أنه يخلي الطلاب على تايبل معينة يعني دايرما يدور تايبل معينة ويبدي يدرخ براسهم كلام هذا هو مو المفهوم الصحيح لتدريب المتدربين على الإنتاجية في الكلام الإنتاجية في الكلام تقتضي أنه المتدرب يتحدث وجل الكلام اللي داير دور في المجتمع ممكن أغلبية الأشخاص اللي يتحدثون به هم أثناء المشي أو أثناء التواصل مع أشخاص آخرين واقفين فبالتالي حتى نساعد الطالب على أنه يصير عنده باونس بين المحادثة لازم يتحدث لازم يتحرك فما من الممكن إلك وما ما اسموح لك حقيقة تقاعد الطالب على تايبل وتخليه يسوي شات بسيط أو يستمع إلك يعني أنت دا تسوي للليسنين بدأ تسوي للسبيكين فوحدة من الطرق الأساسية اللي أنصح بيها حتى تدرب المتدربين على المحادثة هو أولا تبدأ عندهم أنا أشوفها عبارة عن قصاصات ورق المادة اللي أنت تنطيهم إياه تنطيهم إياه بالتدريج يعني بالسبيكين مثلا أنا إيش أبدي أسوي أنطيهم اليوم راح نبدي مثلا نتعلم خمسين فعل فالخمسين فعل أنطي كل واحد من عندهم مثلا نفترض أنه هناك عشرة في الصف فأنطي كل واحد من عندهم خمس قصاصات ورق هذه كل قصاصة ورق بحجم الأصبع تحتوي على خمسة أفعال ونبدأ نراجعهم فكل واحد يقرأ الفعل يفهمه يهضمه بعدين أقول له اقرأ الصديقك أو الصديقتك اللي قاعدين بصفك وحاول تتبادرون المعلومات شو نعدكم معهم فإحنا هذا نسميه سكمارة اكتوفيشن يصير عند الطالب background على الموضوع بعد ما يصير عنده background على الموضوع أقول له القصاصات اللي عندك ينطيهن الصديقك وصديقك اللي ينطيه للبعد فيصير rotation هذه العملية تستمر لمدة 15 دقيقة إلى 30 دقيقة لحد ما يصير هضمه digestion لهذه vocabulary يعرفون الصوت فعرف الصوت عرف الكلمة وtake it slowly يعني مو شرط أنه تكون كلش سريع fast-paced لا يعني تأخذ الموضوع بروية بحيث أنه مو كل واحد من عندهم comprehension level mata optimal مو كل واحد من عندهم جاء من the same background فبالتالي من نفس الخلفية العلمية فبالتالي يحتاجون لهم شوية retention period فحاول يهضموها بيناتهم بعدين حاول تضيف نوع من الطرف على الموضوع أنه أوكي خلي كل واحد ينطينا مثال عليه إذا تقدر إذا ما قدرت بعد ما يصير توزيع هذه القصصات تستدير على الطاولة كلها بحيث الشخص اللي يستلمه على إيده اليسار اليمين يستلمه على إيده اليسار عند هذه النقطة الطلاب بدوا مستعدين عندهم background على هذا الموضوع تنطيهم القائمة مالة المفردات فأني مثلا بالنسبة للدرسمات المحادثة إذا كان هو مستوى مبتدئ جدا نركز على نقطة أساسيات تعلم الفعل وتعلم طريقة طرح السؤال بهذا الفعل لا بالماضي ولا بالمستقبل بالمضارع البسيط يعني نقول له مثلا what do you do what do you do هو بدأ يتحدث عن الروتين يومي فإحنا نتحدث عن مثلا الخمسين فعل الأساسيات أني نستخدمهم من أكثر الأفعال شيوعا في اللغة الإنجليزية اللي تعتبر هي أفعال الروتين اليومي هذه أفعال الروتين اليومي راح تساعد الطالب جدا على استخدامه للغة الحية فيقول I wake up in the morning I brush my teeth I have breakfast فهيستخدم I have breakfast فعل فعل مفعول به يستمر على هذه النمط ورما يكمل ورما تنطيهم هذه الintroduction على الخمسين فعل تخليهم يقومون يساون سطرا أو لينيا إذا عندك عشرين طالب داخل الصفح يصير عشرة بعشرة أو أكثر لازم تسوي balance بالموضوع إذا عندك odd number فأنت مو كلش lucky إذا عندك even number فأنت lucky teacher فرح يصيرون سراوان فالسرة الأول يقول what do you do today السرة الثانية جابة I wake up in the morning فيقرأ الفعل الأول إلى الفعل الخمسين فصار عنده practice بعدين السرة الثانية يقول للسرة الأول أنت تأشر لهم بهاي الطريقة what do you do in the morning in the afternoon in the evening وهذا أنتج مئة فعل أخرى وبالمحصلة النهائية صارت أدنى practice على استماع وإنتاج خمسين فعل بعد ما يصير هاي الانتاج على الخمسين فعل أجي أسوي لهم نشاط بحيث يسوي مطابقة مثلا للصورة والفعل لأنه العقل البشر يفكر صوري عقل صوري فيفكر بطريقة صورية في هذا لازم ننتبه على أنه التركيز على وجود العنصر الصوري الألوان هذه الخطوط بحيث أنت تكتبها عندهم guidelines فتشوف أما objectives ما تمع الصبور مكتوبة التعلم خمسين فعل وبعد هذا تكللهم مثلا على سبيل المساعدة لأنها واحدة من أفضل التمارين اللي أنا أسويه اللي أحس أنه الطلاب يستجيبون لأله تسويهم أربع فرق وكل فرق تنطي الخمسين فعل وتنطي إياهم الخمسين صورة فتكلل هذا الفريق أريدك تخلي مقابل كل صورة فعل وتخليهم على شكل قصاصات حيث الفعل يكون قصاص توحد عن الصورة فيقع ضمن الفريق أربعة يشتغلون يطابقوا الصورة ويلفعل فهذا يصبح عنده تدريب جماعي تيم وارك وتقول لهم أنه أكو منافسة الفريق اللي يفوز الأول إلى جائزة فلانية والفريق اللي يفوز الثاني إلى جائزة فلانية رتبهم بحيث أسماء الفرق مالتهم تثير الحماس مثلا فريق البطولة فريق الشجعان فريق الملاكمين فريق المحافظات يعني مثلا فريق بغداد فريق البصر وفريق كذا هذا يشجعهم على المحادثة أكثر وراء ما يكمل هذا الشي ما راح تسوي راح تقول أنت كفريق أريدك تروح للفريق الثاني وأنت فريق الثاني يجيب للفريق الأول تشوف الإنتاجية مالتهم هل هم ما رتبوها بطريق صحب هذا أيضا يشجعهم على المراجعة هذا الدرس حبيت أشارككم ببسيط وهذه الفيديوهات اللي تشوفها قدامك هو نموذج من النشاط اللي أنا أسوي ويطلاب اللي كل شي استجبه ربي أحفظ مدرب لغولي دقيقة و 15 ثانية تقريبا دقيقة واقي تقريبا دقيقة تقريبا دقيقة تقريبا دقيقة تقريبا دقيقة تaneous توقف كيف تحصل؟ مرحبا مرحبا يلا هم الفاز يلا فازهم وقف الشرم